وبعد أن توفي بفترة قصيرة شهد وهو يخرج من قبره ثم اختفى وظهر لنا بعدها الكيان المعروف بالSCP ماذا؟ أين أنا؟ ما هذا؟ هل هذا غفران؟ أم انتقام؟ من أجل ماذا؟ الإدانة؟ لا أفهم ما الذي أفعله هنا؟ أنت تشهد العدل نحن نتمرض على القوى التي تأمرت على تدميرنا سوف نسترد ديوننا مرحبا أصدقائي كيف حالكم؟ لدي هنا قاتل الضحك وزينغو الكثير منكم يسألونني دائما عن أقوى SCP وفيديو اليوم هو عن الـ SCP الأقوى حتى إنه أقوى من حارس البوابة والملك سكارلت نعم أصدقائي إنه قوي جدا ولكن أولا أود أن أتشكر صديقي حسين لتذكيري بهذا الـ SCP شكرا لك صديقي أحلم أن الفيديو طويل بعض الشيء لكن صدقوني يستحق فعلا ذلك حسنا فيديو اليوم هو عن الـ SCP 3812 والمعروف بالصوت الذي خلفي هذا الـ SCP ليس مخلوقا غريبا وإنما هو رجل عادي يدعى سام هاول أو كان رجلا عاديا فيما مضى تربى في لويزيانة وهذه الصورة أمام منزله توفي هذا الرجل عام 1996 وبعد أن توفي بفترة قصيرة شهد وهو يخرج من قبره ثم اختفى وظهر لنا بعدها الكيان المعروف بالـ SCP-3812 وهو كيان يغير الواقع ونظرا لتأثير هذا الكيان الكبير على الواقع يكاد من المستحيل وصف هذا الكيان بأي طريقة ذات معنى أي أنه يفوق الوصف تخيلوا مدى غموضه وكل ما هو معروف عن هذا الـ SCP أنه كان رجلا عاديا من أصل أفريقي أمريكي تم لفت أنظار المنظمة لهذا الـ SCP لأول مرة بعد أن أدى وجود شبح أو روح هذا الكيان إلى هدم مبنى في عاصمة بولندا وارسو ونظرا لقدراته الغير طبيعية يختلف مظهره بشكل كبير دائما أي في كل مرة يمتلك مظهرا مختلفا عن المظهر الذي قبله مما يجعل تتبعه صعبا للغاية يقع الـ SCP-381-2 حاليا في جنوب المحيط الهادي بهذه الإحداثيات ماذا تعني إحداثيات؟ الإحداثيات يوزينغو تصف الموقع شيء يتعلق بالرياضيات والأرقام إن كانت رياضيات فليس هناك داعي لكي أفهمها لدي خرائط جوجل والحمد لله حسنا يظهر هذا الـ SCP إشارات كبيرة على أن لديه انفصام حاد جدا ومن هذه الأعراض جنون العظم الشديد وخلل النطق الشديد أيضا الهوس الاكتئاب وعدم القدرة على إدراكه بالمحيط حوله بشكل صحيح لم أفهم أي أحيانا ينسى أين هو أو من هو وهكذا حسنا وأيضا لا يستطيع التمييز بين ما هو حقيقي وما هو خيال ولا يستطيع التمييز بين الكائنات الحية والميتة ما هذا الهراء لديه كل هذه القوة ولا يستطيع أن يميز بين ما هو حي أو ميت أجل قتل الضحك ولديه أيضا عدم القدرة على التحكم بالمشاعر أو التعبير عن هذه المشاعر يسمع أصوات غير موجودة ويرى أشياء غير موجودة أيضا ويتعرض لمحفزات لا وجود لها لم أفهم آخر جملة دعني أشرح له أي مثلا أنت في المنزل وأنا في الخارج عندما تسمع اسمي في المنزل سوف تخاف جدا على الرغم من أنني لست موجودا ومن قال لك أنني أخاف أنا أحترمك فقط لأنك أكبر سنا واو كم أنت محترم حسنا لنكميل وفي العشرين سنة التي مضت منذ اكتشاف هذا الاسي بي ازدادت هذه الأعراض بشكل كبير في البداية كان هذا الاسي بي متعاونا جدا عند التحقيق معه أو عند استجوابه وطلب المساعدة أيضا لإدارة حالته الصحية من باحثي المنظمة ولكن مع مرور الوقت أصبح هذا الاسي بي أكثر عزلة وفي النهاية أصبح غير متعاونا أبدا ويتصرف بطرق غير منتظمة وغير متوقعة أيضا حاليا هذا الاسي بي غير قادر على إدراك العالم من حوله وسوف يغير الواقع أحيانا لتقليل التناقض بين كيفية إدراكه لشيء ما أمر غريب جدا لديه القدرة على تغيير الواقع لكن لا يستطيع أن يغير نفسه فهو يقوم بتغيير الواقع ليدرك الأمور التي لا يستطيع أن يدركها أحسنت يقاتل الضحك شرح رائع حسنا ومن المستحيل معرفة عدد المرات التي قام بها بتغيير الواقع ويوجد فقط بضع مرات قام بها بتغيير الواقع ولم يكن كاملا وترك أدلة وراءه من المستحيل احتواء هذا الاسي بي داخل أي شكل من أشكال خلايا الاحتواء حيث أنه سوف يقوم بتغيير الواقع لإزالة خلية الاحتواء أو يقوم بنقل نفسه إلى موقع آخر مما يعق بشكل كبير جهود الاحتواء أي لا يوجد جدوى من محاولة احتوائه يا لها من قدرة قوية حقا الآن بدأت أفهم لماذا هو أقوى السي بي أي حتى إن قام بمواجهة أقوى الكيانات مثل السي بي 001 حارس البوابة أو الملك سكارليت فسوف يقوم بتغيير الواقع وبهذه الطريقة سوف يبقى متفوقا عليهم دائما أصبت يقاتل الضحك حسنا ويبدو أن السي بي 3812 يقاوم لا شعوريا محاولة الاحتواء حتى لو لم يكن مدركا لذلك أي لا إراديا سوف لن يقبل بأن يتم احتوائه لا يمكن تهديئة هذا السي بي أو عزله حيث سيقوم السي بي 3812 بإزالة أي تهديد عليه أو لحريته في الحركة لهذا السبب تركز جهود الاحتواء الحالية على تخفيف الضرر وأن يترك أعراض انفصامه على طبيعتها بدلا من الاحتواء التام وهذه صورة أخرى للسي بي 3812 حسنا مع مرور الوقت أصبح هذا السي بي لا يشبه البشر بشكل ملحوظ فهو الآن أصبح غامضا جدا ولديه شبه بسيط جدا بالبشر ينتج السي بي 3812 تأثيرا كامنا شاذا على الواقع المحلي وتحديدا على شكله وتحيط بهذا الكيان تشوهات زمنية ومكانية وتصاحب هذه التشوهات نوبات عنيفة وعشوائية جدا قد تتحول بشكل كبير أو تلحق الضرر بالمكان والزمان المحليين ولكن حتى عندما يكون سهل الانقياد فإن نوباته العشوائية تكون قاتلة دائما لأي كائن حي قريب ويمكن أن تكون كارثية على نطاق واسع إذا لم يتم احتواؤها بشكل صحيح حسنا والآن سوف أخبركم بالمقابلة التي جرت بينه وبين الطبيب كوينت عندما تم احتواؤه في البداية من قبل موظفي المنظمة حسنا في عام 1999 في الموقع 17 حيث بدأ هذا الاس سي بي بتلقي العلاج لمرضه العقلي حسنا ولنبدأ المقابلة أخبرني كيف تشعر اليوم غير مرتاح وغير مستقر هل تستطيع إخباري لماذا؟ هناك أصوات آه آه كالعادة أشياء أستطيع رؤيتها كما تعلم نفس الشيء هل هناك خطب ما؟ أنا فقط الأشياء التي أراها لن تختفي الآن يوجد الكثير منهم مختلفين أعلم أنني أبدو كالمجنون ولكن يبدو الأمر كما لو أنني أخاطب عشرات الأشخاص في نفس الوقت وأكثر كل يوم إنه إنه يؤلم بشدة أعلم أنني أبدو مختلا عقليا أنا آسف لا عليك لا تبدو على أنك مختل نحن فقط نريد مساعدتك لكي تصبح أفضل لا أعلم إن كنت تفعل ذلك حقا أو لا أعرف إن كنت تستطيع في القصة لا تحاول مساعدتي في القصة أي تقصة هذا الأمر سوف يبدو جنونيا ولكن بجدية أستطيع أستطيع أن أرى بماذا تفكر أعلم أنك خائف أنت خائف مما قد أقوم بفعله وهنا خلال دقيقة سوف لا أعلم كيف علي أن أخرجه من رأسي كيف أبدأ بالتراجع عن هذا حتى لو استطعت لا أظن أنه يستطيع من هو أنت لا لا تستطيع رؤيته أنا أستطيع أعتقد أنه كان فوقنا في مرحلة ما ولكنه الآن تحتي أجل أستطيع رؤيتك هناك لا أعرف ما الذي فعلته لي ولكنني في حالة سيئة جدا يا رجل إن استطعت أن تجد الحل سوف يكون الأمر رائعا لأنني بالفعل أشعر أنه سوف يصيبني الجنون أنا خائف أيضا يا رجل عليك فعل شيئ ما يا رجل عليك مساعدتي بالخروج من هناك أرجوك يا إلهي أرجوك من تكون أنت هذا لا يهم علي أن أحصل علىه وهنا يختفي هذا الاسي بي تلقائيا حسنا أصدقائي تشير سجلات المنظمة أنه في تاريخ 20 من شهر ديسمبر عام 2016 شهدت الأرض حدث نهاية العالم من فئة XK بسبب نشاط الاسي بي 3812 ويبدو أن هذه السجلات تم حمايتها بطريقة ما من التغيرات وعلى الرغم من أن النسخ المادية لا تزال تظهر تشوهات طفيفة في الزمكان ووفقا للسجل في الساعة الثالثة وأربعون دقيقة بالتوقيت المحلي شهد الاسي بي 3812 تغير جذريا في المظهر حيث كان في السابق كتلة غير متبلورة تدور ببط تتكون من المادة والطاقة ولكن عندما تغير أصبح نجما متعدد الرؤوس مصنوعا من مادة بيضاء ساطعة بدأت تدور بشكل أسرع وأسرع وظهرت تحته عاصفة كبيرة نزل هذا النجم إلى المحيطات وعندما دخل في المحيط بدأ الدخان والبخار بالتصاعد مما أدى إلى تحتيم السماء حسنا بدأت العديد من الأشياء تحدث بانسجام تام وبدأ مستوى سطح البحر العالمي بالانخفاض بشكل كبير في العديد من الأماكن أشعلت الحرارة المفرطة من هذا النجم عاصفة نارية ضخمة اجتاحت الغلاف الجوي وبدأ دوران الأرض بالتباطئ استمر مستوى سطح البحر بالانخفاض وظهرت عواصف كهربائية قوية في جميع أنحاء الكوكب وفي خلال هذا الوقت بدأت أعداد كبيرة من السكان في الظهور والاختفاء بشكل عشوائي ودع أحد التقارير داخل السجلات أن جميع سكان نيوزيلندا تحركوا داخل وخارج الوجود أو هذا الواقع لمدة خمس ساعات بدأ انتشار الاسي بي ستمائة وعشرة في جنوب سيبيريا وبدأ بالنمو بشكل كبير وواضح وأصبح عنيفا بشكل متزايد وإن الاسي بي ستمائة وعشرة هو عبارة عن مرض جلدي يقوم بالتهام الشخص وفي النهاية يتحول هذا الشخص إلى وحش مرعب جدا من اللحم حسنا وتم كسر الاسي بي 2932 ويتكون هذا الاسي بي من الأشجار واللكروم والحياة النباتية الأخرى أي يوجد به كائنات نباتية عدوانية وتم إطلاق العديد من هذه الكائنات من قبل هذا الاسي بي حسنا عندما بدأت مواقع المنظمة بالانهيار تم تنشيط العديد من الأجهزة النووية في هذا الموقع مما أدى إلى إرسال الحطام المشع إلى الغلاف الجوي وفي النهاية ظهر الشكل البشري الغامض للاسي بي 3812 وقام بالتكلم كثيرا وعلى ما يبدو أنه كان يكلم نفسه وتم تسجيل هذا الكلام كاملا بواسطة ميكروفون مكشوف في أعماق البحار في نفس المنطقة والآن سوف أعرض لكم هذا الكلام الغريب الذي قاله هذا الاسي بي ماذا؟ أين أنا؟ ما هذا؟ هل هذا غفران؟ أم انتقام؟ من أجل ماذا؟ الإدانة؟ لا أفهم ما الذي أفعله هنا أنت تشهد العدل نحن نتمرض على القوى التي تأمرت على تدميرنا سوف نسترد ديوننا لا هذا ليس صحيحا ما الذي فعلته؟ أنا أفكك العالم أنا أفكك كل شيء لماذا؟ لأن هذا هو العذاب ووجودنا مجرد مسحة لابد أنني أحلم بك لا هذا ليس حلما لست وحشا أنا لا أقتل لقد قتلت بالفعل لقد حولك إلى هذا من؟ بين بين الاسم يبدو مألوفا ربما شيء يهمس في الحلم شيء بين الظلام والنور ليس اسما يقظا أنت مخطئ هو الذي اعتبرنا غير صالحين للراحة بسلام لننزلق في الظلام بهدوء لقد صنع منا لعبة أنت لعبة وأنا لعبة هل تقوم بتدمير العالم؟ أجل وماذا بعد؟ ماذا؟ هل مصير هذا العالم يعني لنا شيء؟ هل هذه الرواية تعني لنا أي شيء؟ إنه الشخص المسيطر إنها الرواية التي قدمها هذا هو عقابه ما الذي يهم إن كان هذا المكان الذي انطلقنا منه قبل الطيران؟ ماذا؟ هل يهم الفرع الذي انطلق منه الطائر الطائر غير مثقل بوزن الشجرة ذلك الفرع لا يهم لا يوجد فرع مميز ولا يوجد فرع خاص هذا من صنعه هذا هو المكان الذي أتينا منه سوف ينهارون جميعا هل يقول الجبل للنملة؟ لقد استهنت بي وهل يفكر حتى الجبل بشيء يزعجه من نملة؟ لا فلماذا تعني لك هذه الرواية أي شيء؟ إنها واحدة من الأبدية لآخرين إنها ليست خاصة وإنها ليست مميزة أنت تقول هذا بسهولة أنت لم تتحمل عذاب رؤية تريليون وجود في وقت واحد لقد رأيت شاطئا لا نهائيا يمتد أمامنا إلى ما وراء ما يمكن للعقل أن يفهمه كل حبة رمل على ذلك الشاطئ وكل قطرة ماء وجزئ من الهواء هي قصة يجب أخبارها كل أغنية تغني كل واحد منهم مليء بالحياة أو الضحك أو البؤس أو حتى الكراهية كلهم متشابهون حتى ولو كانوا جميعا مختلفين إنهم جانين أشفق عليك أنت تتشبث بهذا الوعي لأنك تخشى الانزلاق في الظلام لكن ظلام النوم وبعد النوم سلام تريليون حبة رمل الروايات لكل منها الأغاني المراد غناؤها لم يسمع أحد من قبل عن الانسجام الأبدي لهم جميعا مرة واحدة يمكنك سماعه رغم ذلك أليس كذلك؟ نعم إنه هادئ حسنا هذا الكلام الذي تم تسجيله وهو كلام معقد جدا والغريب أنه كان يخاطب نفسه وأنتم تعرفون مسبقا أن لديه انفصام بالشخصية ربما كان ذلك السبب والآن سوف ننتقل إلى حادثة ارتبطت بهذا الاسي بي أو بضعة حوادث حسنا هذه الصورة من موقع المنظمة مجهولة الأصل تم مشاهدة هذا الاسي بي وهو يتحرك عبر منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في البروغواي باتجاه منطقة أكثر كثافة سكانية على الحدود الأرجنتينية عندما تحرك أعضاء المنظمة لاحتراض طريق هذا الاسي بي حدثت سلسلة من الظواهر الغير متوقعة ومن أهم هذه الظواهر يتعرض هذا الاسي بي للهجوم من قبل عدد كبير جدا من الحيوانات البرية قام الاسي بي ثلاثة ثمانية واحد اثنان بصد هذه الهجمات لكنه بدأ في حالة ذهول بطريقة ما الحادثة الثانية ظهرت العديد من التجويفات أو الحفر العملاقة تحت هذا الاسي بي سقط هذا الاسي بي فيها لكنه سرعان ما عاد إلى الأرض وعندها اختفت جميع هذه الحفر الحادثة الثالثة سقوط عدد كبير من الأجسام من السماء على هذا الاسي بي وتم تحديد هذه الأجسام فيما بعد على أنها قطبان التنجستين على الرغم من أن أصلها غير مؤكد ولكن يبدو أنها تخترق جسم الاسي بي ثلاثة ثمانية واحد اثنان وبعدها تتفكك وإن سقوط الثلاثة قطبان الأولى تكون مصحبة بما لا يقل عن ثلاثة آلاف أخرى تقع في تتابع سريع حسنا أصدقائي أتمنى أن يعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس في أمان الله ترجمة نانسي قنقر